شخص طلبني أسوي مظلة للمسجد يقول هل هذا في أجر؟ نعم يا أخي الفاضل كل ما هو من احتياجات المسجد للإنسان فيه أجر دورات المياه الحمامات أكرمكم الله هذه فيها أجر للإنسان إذا بناها لأن الناس يحتاجون الوضو يحتاجون قضاء الحاجة ثم الوضو الليتات اللمبات هذه فيها أجر صبغ المسجد فيه أجر مدام أن المسجد خاص مثلا أو خارج الدولة أو الجهة مثلا تقول أنا ما أتولى صيانته ما فيها شيء وأفضل من هذا يا محمد أفضل من هذا وأنا أنصحك لك و لغيرك الوقف على المسجد وقف على المسجد مش معنى الوقف؟ عندك بناية عندك شقة عندك بيت مثلا تقول أجارة هذا وقف لصيانة المسجد هذه نعم و طيب هذا ليش؟ لأن هذا يجعل يطيل من عمر المسجد الكل بناء له عمر افتراضي بعض البنايات عمرها تصير عشرين سنة وبعضها خمسين وبعضها ستين على حسب البلد حسب نوعية فأنت لما تجي تقول والله أنا هالشقة هذه شقة من شقة؟ مثلا عندك بناية شقة وحدة تقول هذه الشقة أبغى أجارها وقف وقف على هالمسجدها تخصص المسجد هالمسجد هذا ما يحتاج الله الحمد أحد يبدأ يصرفون منه طبعا توثق هذا في المحكمة و عند جهة الوقف هم يوثقون في عندهم وثائق و عندهم كذا هل الوقف هذا يصرف على المسجد صيانة و مكيفات و ليتات و لمبات و شيء من هذا القبيل و يطول عمره الافتراض و لك الأجر و الثواب